سابقوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين والله إن بلوغ العشر الأوائل من ذي الحجة وهي أفضل أيام الدنيا كما ورد في الحديث والله إن بلوغها لنعمة نعمة لأن الله جل وعلا أمهلك وابتلى بالموت غيرك وعافاك وابتلى بالمرض غيرك وهاهو جل وعلا يفتح لك ميدانا من الحسنات وبابا إلى الطاعات فهل أنت داخل أم أن بعضنا يستفيد من مواسم العتق من النار أن يجعل الصفحة سوداء لا أن يجعلها بيضاء أدعوك أولا أيها المؤمن وأيتها المؤمنة يا من جمل الله حياتكم بالعافية ويا من أنتم تدلفون إلى بوابة الحسنات تغترفون منها إن شئتم وقد فتحت لكم فتحت لكم أبواب العمل الصالح كله وتأمل ما من أيام العمل الصالح أحبه العمل الصالح وكل منا أيها الأخيار قادر على أن يدلف إلى الطاعات مع الباب الذي يحبه لربما يكون سيد عملك الصلاة فأكثر منها وعفّر هذا الجبين لله وانكسر بين يديه من قيام ليل ومن تتبع للسنن من سنة الوضوء والضحى والسنن الرواتب وقبل ذلك وبعده أن تكون قد حرست على ضبط إيقاع الحياة على ميزان الصلاوات الخمس أيها الأخ أيها الأخت وقبل أن أفتح صفحات بيض من أعمال صالحات تدنيك من مولاك لأنه يحبك ولا يحب من عباده إلا من يحب ما يحب جل وعلا هو يحب العمل الصالح فهل برنامجك سيتغير وهل أولوياتك ستعيد ترتيبها من جديد أم أن بعضنا لا يتغير قلبه مع أن الله يغير المواسم له بكى كثير منا يوم أرحل رمضان جميعنا تمنينا أن رمضان قد امتد يوم أو يومين أسبوع أو أسبوعين لنعيد من جديد الإسراع والمسابقة في مضمار الطاعات وصولا إلى باب الجنات كلنا تمنينا رمضان أن يعود وتمنينا أن لو كنا إلى الله أقرأ وله أتقى وأعبد يا من ندم في نهاية رمضان ذاك الموسم الذي كان لله عتقاء من النار في كل ليلة يا من كنت تدمع ندما على رحيل الموسم المبارك أقول احمد الله ما بين رمضان إلى حج بيت الله الحرام رحلت وفود كثيرة ورحلت رحلات مغادرة إلى الدار الآخرة قلبوا على سرر الغسيل فغسلوا وكفنوا ورحلوا إلا أنت وإلا أنهلنا الله بقية من عمر فلا زلنا على قيد الحياة فهل ندمنا في رمضان نترجمه برنامجا عمليا من الطاعات بموسم من أعظم مواسم الدنيا وقلت في الحلقة الماضية إذا كنت تستقبل رمضان بفرحة ولا بد أن تستقبله بفرحة وإذا كان قلبك ينشرح وتقبل نفسك للطاعات في الأوائل من شهر رمضان خاصة ألا والله إن العشر الأوائل من ذي الحجة أولى أن تستقبلها بأضعاف أضعاف ما كنت تستقبل العشر الأوائل من رمضان لأن الموسم عشرة أيام والله يحبه ويحب العمل فيه كما قلت لك حتى أن الجهاد لم يكن لا يزاحم العمل الصالح على فضله وعلى ارتفاع قدره وقامته في دين الإسلام ماذا أنت صانع؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر